رايك ياهزو بحسن يعني مش هضيف كتير على اللي قاله طبعا السيد محمود وحضرتك لكن انا عايز اقول يعني هو الشيء بالشيء يذكر انا مش هتكلم على القولمبياد او المنتخب القولمبي دي الوقت لكن هاخد بس من تجربة المغرب وعمل عليها اسقاط على اللي بيحصل عندنا شوف الكرة في المنتخب القولمبي دي وقت عامل ازاي المغربي تحديدا مش اصدي كلم على القولمبياد لكن الفريق مثلا معاه التلاتة الكبار أشرف حكيمي مونير محمدي صفيان رحيمي على اعلى مستوى الفريق بسم الله ما شاء الله متكامل شي بيجو متكامل يعني عندنا لمش موجود كده لان الموسم ممتد فبالتالي الاهلي كان يتماسك بالعبت وبرامز اي حد يعني ولو كان الزمالك بينافس ما كانش هسي بزيزه الليه كمان لان الموسم طبعا خلاص خلص عندهم اللعبة واخدراحة قريدي اللي هو زي البشر طبعين فاحنا انا ما عندناش الكلام ده للأسف الشديد يعني انا برضو مش ادرافها من هو كان من حوالي تلات موسم ده من يقول لك احنا عايزين الموسم الاستثنائي الموسم ده استثنائي ومع ذلك ما بيحصلش بل بالعكس كان في زيادة يعني مثلا ايه اول الموسم قلنا ممكن يا جماعة كان فيه يعني ضغط انه ممكن يبقى دوري من منذر واحد او من مجموعتين عشان يقللوا الضغوط شوية ومع ذلك لقينا مثلا زود وكسر ربطة ما علينا من كسر ربطة لكن زود السوبر السوبر لمصر كان بيتلعب مباراة واحدة وكان ساعة بيتلعب هنا في القاهرة وخلاص اهل وزمالك او اهل وانبي او زمالك يعني مش فرقة خلاها اربع مباريات وتنقل في الامارات فبقى اسبوع اسبوع ممكن يبقش في عشر تيام لان انت قبلها وبعدها انت بتلعب اربع مباريات ليه لان ده طبعا بيجيب موارد مالية انا فاهم بس في النهاية بيضغط اكتر على المسابقة بيأجل اكتر بيأجل اكتر منفعش طبعا نعقب النادي زي النادي الاهلي لما يلعب في كاس العالم الاندية زي في سوبر ليج بالمناسبة لسوبر ليج دي اصلا بطولة انا على المستوى الشخص مش شايف لها اي قيمة او اي لازمة اللهم ما لناها حقل تجارب او فقر تجارب عشان يتطبق في اوروبا بس في النهاية انا كنادي انا بالضبط انا عجبني عجبني المقابل المالي بالضبط انا مالي انا متأكد لالي انا فاكي ان مارس الكرة البطولة اللي فاتت بلا قدرت لا انا مش هاي بلعب البطولة دي هتبقى مرهقة جدا بس في الاول الاخر الاهلي عايز عايز مارد اه بالضبط اخبنات قدران اتنين مليون دولار او اهل قليلا ده ارقام ما حدش يقول لها لأ ففي النهاية هو احنا بنتفع تمن او الكرة مصرية بتدفع تمن العبس اللي موجود من المسؤولين عن عن الدوري يعني انت النهار ده تم عندك اه شوف الشمال الافريقيا كله مخلص بدري تونس الجزائر المغرب مش اتكلم على بقية القرة يعني ما هو تونس بيلعبه مجموعتين ودورة تتويج ودورة هبوط يعني العملية بيقلل شوية انت يا انت هنا عملت زود اكتر وتضغط اكتر وبعدين بينخش بقى في جدل مالوش معنى اللي هو الاهلي اللي متأجله مش عارف الزمالك متأجله لا برمز اي كلام في اي كلام وفي النهاية انت مجبر انت الان دي هتلعب في بطولة الدوري نادي جبيرزي نادي الاهلي مثلا وانادي زمالك مجبر ان يلعب لان ده اللي بيوصله في النهاية لبطولاتها افريقية يعني ما ينفعش تجاوزها مقابل مادي مش كبير بس انت ده البطولة الرسمية بتاعتك ففي النهاية لازم موسم استثنائي هو السنة الجاية يبقى موجود غزب عنك مش بمساكن انت هتعمل ايه بقى يعني ان شاء الله هتلعب على طول الموسم فهم اسمين انت عندك الدرس ما خلصش والدوريات الاوروبية هتبدأ الاسبوع الجاي يعني دوريات الاوروبية هتبدأ الاسبوع الجاي وانت الدور بتاعك الدوري بتاعك مخلصش وبيددخل لي كاس مصر كمان فيه يعني بعد بكرة يوم 8 برامت زي اللعب كاس مصر حتى هم خلوه على فكرة يوم 8 ليه لانه أصد ابو إير لكن لو كان فريق شوية قوي زي الاهلي كده وكانه هيبقى خليه بعد الدوري يعني بعد الدور ما يخلص يلعبوا بقى يوم عشرين ما تنساش إن الدور التمهيدي اللي بطولات أفريقيا هيبدأ الشهر ده اللي هيلعب فيه برامز بس يعني من رحمة ربنا إنه لا أهلي ولا زمالك ولا مصري هيلعبوا في الدور التمهيدي الأول هيلعبوا طبعا في الدور الثلاثين فمتأجل كمان أسبوعين ثلاثة لكن برامز هيبدأ فهيبدأ فعلى فكرة ممكن يتأجل لو كان برامز لسه في المنافسة كانت الجولة الأخيرة كلها تتأجل عشان المساواة هل هو عيب إنه إحنا مثلا السنة دي نقول والله مش نرعب كاس مصر لا مش عيب بالعكس لسه سمحمود قال لحضرتك على قرار محمود الخطيب محمود الخطيب خد القرار ده على فكرة مش كرئيس كلاعب لأنه حس لما موجود سوارش الموسم اللي قبل اللي فات اللي هو خلاص فقد التقريبة للدوري فرصة البرونسن كانت زمالك حسم يعني تقريبا خلاص بيحسم الدوري أو لقلي فقدوا إكلينيكيا فريح اللعبة تقريبا سبع مباريات ولعب بقى جرب بقى براحتك وروح وتعالى وامل لحد الموسم انتهى بسوارش باللعبة اللي ما لهاش بقى ما كانش يعني ما كانش موفقين مع الفرق وجاب بقى اللي هو كولر وعشان كده قدر يحصد لحد النهاردة كل بطولات تقريبا اللي خدها اللي دخل فيها معادة بعض الحاجات البسيطة زي السوبر يعني مش أكتر من السوبر الأفريقية يعني السوبر الليج كمان وقتها دور الأفريقية وقت القدم فخرج من نصف النهائي يعني كانت بعض البطولات اللي الجمهور أصلا قالي تقبل خسرتها لكن بعد كده انت رايح فين يعني اللعبة الأهلة عملت الشتيكي على على سوشيال ميديا شفنا أمام عشور شفنا محمد عبد منعم كفاية يعني حتى اللقطة بتاع حسين الشحاب ده معناه أنه يعني كان يخذو أجهزة من النهاردة خلاص بقى يوم الخميس حرفيا أنا حسيت حسين الشحاب بيقول عايز أخد العيال وصيف يا سريم إحنا نفسينا زهقنا خلاص بقى إحنا نفسينا زهقنا عايزين الدور يخلص خلاص ياخدو اللي يخلص الأهل طبعا أعرب خلاص عشان نشوف بقى حاجة تانية نشوف نعمل إحنا نفسينا كصحافين أو أو كمشجعين زهنا بقى خلاص يا عم وبعليين دوري دوري اتحسم من من المنطقة الأسراع في الهبوط بالزبط ومراكز المؤهلة الأفراق بالزبط واتحسم خلاص تعتبر في كمه مش بقى غير الإعلان الرسمي إحنا عمين نزقف كل حاجة ليه أنا يعني مروان حمدل يسجل الهدف والله يا عم كنت رايحنا كل رايح في ريتك وراحنا كلنا وراح وراح الدنيا كلها بقى